شانت قوات الجيش والمقاومة قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الضالع وقالت مصادر ميدانية إن مدفعية القوات الجيش والمقاومة استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي المتمردة في منطقة حبيل عبيد جنوب غربي الفاخر بمديرية قعطبة شمال غرب المحافظة وأضافت المصادر أن المدفعية استهدفت آلية عسكرية بالإضافة إلى طقم عسكري كان محملا مسورة كاتيوشا في منطقة الموصلية غربي صبيرة وتم إصابتهما إصابة مباشرة وتدميرهما بالكامل ومصرع وإصابة عدد من غناصر الحوثي